لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.klakatnews.com فتكلمي على كواليس البرد وانا تتكلم عن البرد اللي انت عشده البرد بص انا حد بالنسباله البحر هو بيت فانا بالنسباله انا اصلا بعوم حتى في البرد فما كانش عندي مشكلة البرد كتير الا لما منطلع بقى من المياه فكان فيه اه كان فيه مأساة يعني انا لسه فاكر فاكر شعور المياه وهي نزلة من تحت بدلة الغطس فانا مصدي ففيه اه 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 كان فيه انت ونهد السباعي على الشط بقى كنا بنحاول ندف جاسمينا بأي طريقة بس ما كانش فيه حاجة تنفع بصراحة ايه اصعب مشكل ايه اصعب مشكل بقى اتعرضتك ما يكتفل اه هو حاجة مختلفة عثاليهات عموما هي فكرة المشاهد تحت المياه كلها مختلفة اه هي غير فكرة ان انت بتنزلي تحت المياه اوكي تعلمنا تعلمنا غطس بس هو التمثيل تحت المياه مختلف جدا هو النفس تحت المياه مختلف والتمثيل هو نفس برضو فنفسك هيختلف احساسك هيختلف فكنا بنكتشف حاجات انا وبسمة مثلا في مشاهدنا مع بعض او انا ونودي برضو كنا بنكتشف حاجات ان احنا اقل الجملة دي نتقال كده بس اتقالت كده يعني كان احساسها في وقتها الطبيعي في ظروفها الطبيعية كده فخلاص بقى انسبها مع انها فوق المياه هتطلع مختلفة كومبليتلي يعني فدي حاجة تجربة جميلة جدا موسيقى